جدد وزراء خارجية مجموعة السبع معارضتهم لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية وحذرين من عواقبها الكارثية على المدنيين وطالب وزراء خارجية مجموعة السبع بوقف دائم لإطلاق النار في غزة هذا وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع أنه يجب بذل مزيد من الجهود للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة المتفاقمة في غزة اشتركوا في القناة